زي ما قلت لك أستاذ إبراهيم وأستاذ نايد زي ما قلت لكم الطبيعة اللي خلت أن الواحد يكتسب الشخصية أو الكاريكتر السعودي يعني ما هي سطحية عميقة جدا فهذه أنا اضطرقت لها في عدة مواضيع وفي عدة كتابات كذلك فالموضوع بالنسبة لي يعني طويل جدا وإحنا إن شاء الله مع الحوار حنا بحير فيه درست الجامعة في السودان أكيد درست الجامعة في السودان آخر مراحل الليل من هنا طبعا زي ما قلت لك بولد في المجمع درست الروضة في منطقة اسمها القنفذة دخلت المدرسة سنة أولى وثانية ابتدائي في منطقة اسمها الأفلاج تالتة في جيزان رابعة وخمسة في الباحة جابلك منحولية فعلا كل مدرسة عند أصحاب وناس صحيح وكل منطقة بتعمل فيها علاقات تلقى نفسك إنك يعني طلعت منهم صحيح دار يعرف تأثير فعلا إنك لما تتعود على ناس دي ما زال تعطفولي يعني سبحان الله تعود على أصحاب معين تعود على ناس معين لكن يتم الانتقال لمدارس تانية صحيح يعني إذا أخذناها من ناحية إيجابية فهي يمكن عملت رفليكشن للشخصية اللي هي موجودة أمامكم الآن بحيث أنه قدر الإمكان تكون تمسك بالبلد أو المنطقة اللي أنت مولود فيها لها حقها و جنسيتك اللي لها فعلا حقها الرئيسي أكيد طبعا فبقدر الإمكان أنت تحاول تعمل إزدواجية داخل الشخصية أو الكاركتر اللي أنت بتأديه يوميا موسيقى